مرحبا اصدقائي في غناة العافرة التقنية صلى الله عليه وسلم في كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه مؤخرا اه يعني لحظت انا خلال متابعة الاجروب مبيزي كثير ناس عم تحكي عن موضوع انه انا احنا انا بوصني اميلات انه تطبيق ابل بدور عليه على جوجل بلاي وما عم بلاقي او انا كي بدي اعرف رابط تطبيع جوجل بلاي او انا كيف اه بدي اجيب تطبيقي على جوجل بلاي اصدقائي جوجل بلاي كونسول معطيناك هاي الميزة وانين لك يا عمي اه مجرد ما انتي تطبيقك ينقبل احنا بنبعث لك او اشعار على تليفونك تمام وبين معناه انه ببين معك انه تطبيقك ينقبل طبعا في نوعين من الايميلات بتوصل اه اه وكتير اه شباب حكوا فيها هالموضوع وكتير يوتيوبرز ما احترام من الجميع ولكن احنا كمان بحكم قناة العافية التقنية لازم اه نحكي بالموضوع كمان اه هلا في ناس بوصلها ايميل مثلا اه خليني بس انا بجيكو اه دهو مثلا لما يجيك هيك ايميل مجرد ما تعمل تطبيقك لما يجيك هيك ايميل تمام اول ما تعمل الايميل صار يجيك هذا هذا الايميل هذا شو هلا هاي هون انا قبول هذا بيجيك انه انت لما تعمل الايميل اه تطبيق على جوجل بلاي كونسول بتعمل ايش اسمه استبيان اكيد كلها بتعرفوها فمجرد ما تعمل الاستبيان انت بتحط الايميل الايميل ببعتولك صاروا الاستبيان على الايميل ما تفكر انه مجرد ما تعمل الايميل لك انه انقبل لا هاي انه بقول لك الاستبيان اه عملت الاستبيان وهذا الايميل في انا بيجي ايميل ثاني اللي هو زيها شوف لما يكتب لك معناته انه تطبيقك انقبل تمام طب انا مرات بوصل هاي الرسالة لايميلي بس انا ما بعرف بدور ع تطبيقي على جوجل بلاي بس ما بلاقي يا جماعة ساعدوني بدي رابط تطبيق فالحال صديقي بسيط جدا جدا فوق ما تتصور بدل ما تروح تعد تدور ويمكن تطبيقك بعد ما تقرشف فانحنا بنحكي لنقطة مهمة يعني بقى الموضوع اه اول ما ينقبل تطبيقك على جوجل بلاي صديقي ما في يعني ما بتلاقي بده لدي تقرشف يعني بده لدي تقرشف بده من اسبوع لعشرة ايام التطبيق لجوجل يصير يحطه يعني ويراجع الكلمات المفتحية ويراجع الامور هاي لحتى اه ويراجع الكل شي يتعلق بتطبيق لحتى يقرشفه ويحطه من ضمن نتائج البحث بجوجل بلاي فمش دغري حينزل لك اياه على جوجل بلاي هلا فيه طريقة وليه الافضل واللي انا بتتبعها دايما واللي انا بشتغل فيها واللي انا حططها عندي دايما بعرف وانا مش فاهم يعني كتير كتير بتفيد يعني انت لمرات بتقدم على تطبيق بس انت مرات ما بتكون منتبه بتعرفش انه التطبيق القابل التطبيق الرفض التطبيق اه شو صار فيه اه تقدم ما تقدمش اه مراجعات التطبيق فهاي كل هاته بشغلة واحدة يا صديقي انت فيك تلاقيها فيك يعني بتعرف البروسيس تاع التطبيق عندك وين صار وشو صار او اه اقدمت انا التطبيق على المراجعة هل هو للمراجعة ولا بدل ما تفوت على جوجل كونسول الويب او الموبايل وتعد تدور اه اقدمت انا التطبيق اقدمت التطبيق شغلة بسيطة صغيرة يا صديقي بتنزل تطبيق نزل تطبيق صديقي بترتاح كتير كتير يعني مسلا انا بنزل تطبيق مثلا بلاي كونسول مثلا شوف بوصلني انا بوصلني مثلا هذا التطبيق ماشي انا بعرف انه هذا التطبيق نرفض شوف بان مضغط عليه كزا وهز رجاكت اها وبوصلك ميسيج نوتيفيكاش اللي لما تقدم انت التطبيق ويوصلك بجيك هون نوتيفيكاشن على الايميل من فوق خلينا اقف اجيكم كيف بتوصل بس دي اياه اصدقائي فيا صديقي انت مجرد ما تطبيقك ينقبل ع جوجل بلاي توصلك هيك نوتيفيكاشن على الشاشة مباشرة يعني انت ما بتحطار ببين معك اذا ايجا تطبيقك خلاص نقبل بجوجل بلاي ان شاء الله يا رب كلهاتنا نشوف هل هالمسيج هاي دايما يعني مجرد ما ينقبل بقول لك يعني خلاص تطبيقك نقبل اذا نعمله كمان بجيك يعني تطبيقك نرفض فهاي من ضمن الشغلات اللي انا بنصح الجميع اصدقائي والله تنزلوا التطبيق تنزلوا التطبيق بتروحوا على اه جوجل بلاي بتكتب جوجل بلاي كونسول بتحملوا عندك صديقي بتعمل بتحط رابط انتبه من هاي النقطة بتحط رابط لبلاي جوجل بلاي كونسول اللي انت مسجل فيه رابط المطور اذا ما حطيت رابط المطور ما هيطلع معك التطبيقات تمام هاي شغلية شغلية ثاني ببين معك كل شي يعني انت يا صديقي اي شي برفض يعني انت مثلا قدم التطبيق تمام انت قدم التطبيق اوكي قدم التطبيق اه ولسا تبندك ببين معك كمان اه من هون بتطلع لك المسج من فوق من هون يعني مسلا فرجيكو انا تطبيق اه دينا نحكي مثلا هذا في تطبيق الابل وينو 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 هادا يمكن اه هون كزا كزا سبعة وشرين لما تقدم التطبيق بقول لك لما تقدم التطبيق باكتب لك لازا ما كتب لك معناته انت بعدك مش مقدم التطبيق بتروح على جوجل بلاي بتكتب ارسال للمراجعة او معناته التطبيق اترفض اه فها هي يا اصدقاء الطريقة طيب انا يا ابو لارة اه بكي بدي اه امسك او اشوف رابط تطبيق بدور عليه بجوجل بلاي وما بلاقيه بدور على جوجل زي ما حكينا وما بلاقيه لو تقول لك تطبيق ليت ارشب بجوجل بلاي بده وقت لما لما تنزل جوجل بلاي كونسل صديقي وقدم تطبيق باس راسمان بتضع ثلاثة هدول الثلاثة شحطات هدول بتقول فيو من جوجل بلاي هاي عندك هاي التطبيق ما يا صديقي بترجع بتعمل هيك بتعمل شير وبتاخد رابط تطبيق كبير وكان الله يحب المحسنين بنعدلك اياه مشان اللي ما يعرف بروح انا على جوجل بلاي تبين معي التطبيقات تمام بعمل هيك بضغط على التطبيق اللي بدي اياه بروح على ثلاثة شحطات بعمل فيو من جوجل بلاي تمام بروح عن جوجل بلاي فيو بدي اعمل له شير بدي رابط تطبيقي بضغط ثلاثة شحطات وبعمل شير نفس الحركة بنعمل فهي اصدقائي افضل طريقة انك انت عفوا افضل طريقة انك انت اه تحصل على رابط تطبيقك مباشرة بدون لاعنى ولا هم يحزنون باتمنى اكون فدكم بالشرح انا مطمئة في الشاشة التليفون اه اتمنى اكون فدكم بالشرح اصدقائي اه لا تنسونا من صالح دعائكم اه وترقبوا بعد قليل فيديو جميل جدا هحكي عن شغلي رائع 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 وان صراحة انا فتشت عليها اليوتيوب ما لقيت حدا شارع عنا بالعربي فان شاء الله اكون اول من حيشرح عليها في العربي لانه عن جد عن جد ما لقيت حدا شارع عنا تظنونا في فيديو قادم بعد قليل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته